الله أكبر الله أكبر كبره الله كنقول كنحكي ما الذي فعله اخواني السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته والتحياتي للجميع مرحبا بكم فيديو جديد قبل ما امداد تمنى انكم تدعمونا بلاك الفيديو خلوا التعليق قد يلكم في الموضوع الناس ما مشاركيش معي في قناة تمنى انكم تشاركو تفعلوا جرس باش يوصلكم ديما الجديد وعلى بركة الله نخليكم مع الفيديو انبهار وكذلك دهشة كبيرة في الاعلام العربي بالمستوى الكبير الذي ظهر به المنتخب الوطني المغربي اليوم امام منتخب العراق في المباراة الاخيرة في المجموعة المنتخب الوطني المغربي التي يتواجد فيها منتخب الارجنتين واوكرانيا وكذلك منتخب العراق المنتخب الوطني المغربي في الشوط الاول تفوق بثلاثة اهداف لسفر على منتخب العراق الهدف الأول سجله أمير ريتشاسون بطريقة رائعة ومراوغة رائعة من أشرف حكيم قائد الفريق داخل صندوق العمليات وقدم أسيس رائع لأمير ريتشاسون بينما عاد على المتألق صفيان رحيمي وسجل الهدف الثالث له في هذه الضورة ونتمنى يستجل الهدف أخرى باش يكون إن شاء الله لما لا هدف دي الأولمبيات باريس كذلك أيضا الانتقادات الكبيرة التي طارت عبدالصمد الزلزولي عاد اليوم وكما شاهدت معنا في المقدمة دي الفيديو سجل هدف عالمي ثلاثية للمنتخب الوطني المغربي في الشوطي الأول اليوم الإعلام العربي والإعلام حتى العراقي اعترف بالفوارق والقوة دي المنتخب الوطني المغربي خليكم إخواني مع الفيديو وعطونا الرأي داكم فيه وتحية للمغاربة لايك الفيديو للقلوب العالم المغربي في التعليقات ديالكم ونتمنوا إن شاء الله بحل المنتخب الوطني المغربي يسير إن شاء الله إلى النهائي لملا والتتويج إن شاء الله بأحد الميداليات وليما لأدن